مساء الخيد. اه انا هيام يوسف من اسكندرية. اه والد الطفل اسمه جون سامير. اه جون زرع كوقع عنده خمس سنين ونص. اه جينا السنات اللي بنقدم له على مدارس. للاسف جون اترفض من اربع مدارس خاصة هنا في اسكندرية. اه تلاتة رفضوا بسبب السماعة. وبسبب ان الولد كلامه مكسر. فيه مسألة انا مش مضطرة علي صوتي في القلاس اكتر من كده احنا شغلنا هيبقى اونلاين. اه وقالت ان هو محتاج لتخطب كتير فمش هينفع معاهم. في مدارسة قالت ان مفيش مكان عندها العدد وتاني يوم اتصروا بينا قالوا انها ممكن تيجوا تعملوا انترفيو بالغلط يعني مكنوش عارفين ان احنا كنا هندوم مبارح وانهم قالوا لنا لأ فاتصروا بينا بالغلط ان احنا نروح. طب انتوا ازاي العدد وازاي بتاتصروا بينا يعني نيجي نعمل انترفيو. فطبعا الاستاذة اللي كلمتني يعني تصدمت كده انا اسفا انا اسفا راح اتقفرت على طول. تلت مدرسة قالت ان جون كويس بس عد علينا يوم السبت هنشوف بربنا يسايل هنشوف ان كانت تنميسها توافق وانش هتوافق المديرة يعني بستمعها ولا لأ. بس اه رابع مدرسة بقى رفضتها بسبب مؤهلي انا دبلوم قالت ان هي بتاخد مؤهلات عالية لكن الولد شاطر جدا وزكي بس تلقاسف احنا بناخد مؤهلات عالية. اه انا بوجه صوتي لكدوسة بابا تردروس. اه انا نفسي ابني يتعلم في مدرسة كنسية. اه تحت رعاياتكم. اه نفسي ابني يتعلم اه اه يدخل مدرسة بدون تنمر على السماعة. الولد زكي وشاطر. يعني حتى مدرسين الحضانة قالوا كده وشاهدوا بكده النجون زكي جدا وشاطر وبيعني حفظ الاركام كلها منوان لسرتين بالانجليزي. عارف الحيوانات. عارف بالانجليزي. عارف وصال المواصلات بالانجليزي. اه الحروف بالانجليزي. حتى في العربي برضو. هو شاطر جدا وتقريبه ممتاز. اه هو فيه كلام كلامه مكسر فيه بس مفهوم. وده مسبب ان انا ابني اترفض من المدارس. اه جون فعلا نفسيا بيقواحش. اه بيرجع يقول انه هو مش شاطر ان المدارسة حلوة بس هو مش شاطر. ميس قالت لأ. فبالتالي احنا الدنيا عندنا وقفت مش حايفين ننزل نتكمل بقى الانترفيوهات. اه هو نفسيا بيقواحش وانا خايف ان انا انزل به وهو كده برضو قيموه ان هو مش مش شاطر ومش كويس. فانا مش حايفة اعمل ايه. فبوجه صوتي ورسالتي لوزارة التربية والتعليم. اه انتم مفروض في مدة تنص على كده ان هم مجبرين المدارسة خاصة ان هي تقبل الاطفال اللي زي جون. طب انا ليه ابني اترفض? آآ ليه ليه يعني ليه زور الولد نفسيا كده? رغم ان هو فعلنا في كان شاطر وكان بيقوله كان متجاوب هي تعليقات كلها بس ان هي يعني آآ هشتغل يعني طب هما هما بيتعاموا ليه عشان هي تشتغل طب هو الولد سمع كويس ايه مشكلة حتى لو اشتغلت ايه مشكلة يعني الولد بتاعته سمعه كويس جدا. فيش ايه مشكلة فيه. آآ النيس ان كانت هتوافق بالسماعة ولا لأ. هو انتم مش في مدة تنص عنكم ان انتم مجبرين تاخدوا الاطفال. آآ الاستيز المدير المدرسة هو كان حد محترم كان حد زوء. بس هو قال انه هو مفيش مكان وقال ان انتم رحوا وقدموا تقريبي وفكذا حاجة عشان آآ ابنكم عشان ظروفه. تاني يوم يكلمونا ليه من الاضارة عندك ويقولوا تعالوا وعملوا انترفيو طبعا معنى كده ان هو فيه امكن طب ليه حضرتك رفضت طفل زي جون? رغم ان انت كنت شايف جون شاطر وكويس في الانترفيو ما فوش اي مشكلة فيه. ليه? ليه تنمرته على الطفل ورفضته وقزته نفسيا كده. فانا بوجه توتي بوجه رسالتي لوزارة التربية والتعليم آآ لكداسة البابا آآ انا وكنتش حابة ان انا الموضوع يكبر وان انا وصل وعمل المشاكل وبس فعلا حقيق ابني يبتدى بيديع آآ فياريت حد يسمعنا ياريت حد يقبل جون فعلا جون شاطر ويستاهل ان هو يدخل مدرسة كويسة وان احنا ندي له فرصة وشكرا.